إلغاء فحص البي سي آر في العراق مرحبا أصدقائي وإياكم حارة المهندس بالبداية رمضان كريم عليكم وعلى أهاليكم ويا رب إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية طبعا مثل ما نعرف اليوم عندنا أخبار حلوة تخص العراق واللي هي إلغاء فحص البي سي آر الخاص بمرض فيروس كورونا عند السفر يعني للوافدين وإيضا للمسافرين حاليا تم اعتماد بطاقة اللقاح الدولي أو كارت اللقاح الدولي سواء كانوا الوافدين إلى البلاد أو المسافرين خارج البلاد هذا البطاقة رح تغنيك عن فحص البي سي آر والناس اللي ما يأخذون اللقاح أو ما عندهم جرع اللقاح رح يتوجب عليهم عمل فحص البي سي آر أما الناس اللي ما أخذين جرع اللقاح ففقط يجب أنه يصدروا بطاقة اللقاح واللي تثبت تلقيهم لجرعتين من أغلب اللقاحات مثل لقاح فيزر مثل لقاح سينوفرم الصيني مثل اللقاحات الباقية فقط لقاح جونسون أن جونسون هذا يحق لكم أخذ جرعة واحدة وتحق لكم السفر أما باقي اللقاح لازم تأخذون جرعتين طبعا اللي لازم تسووه أنه لازم تصدرون بطاقة اللقاح الدولية واللي هذي رح ينكتب فيها اسمكم بالعربي بالانجليزي مواليدكم رقم الجواز يعني المستمسك وإذا رح ينحط فد بار كود أو كيو كود هذا يكون يفحصوا في المطارات يتأكدون من صحة هذه البطاقة فحاليا للناس اللي يريدون يسافرون إلى خارج العراق أو يريدون يسافرون إلى العراق حاليا بطاقات اللقاح الدولية رح تكون مقبولة ولا يكون أي حاجة لبطاقة الPCR هذا الموضوع أيضا يخص تركيا الناس الوافدين أو المغادرين إذا أنتموا وافدين إلى تركيا فما تحتاجون فحص PCR إذا كانت عليكم بطاقة اللقاح الدولية وأيضا إذا كنتم مغادرين من تركيا إلى دولة ثانية لا تطلب الفحص فقط بطاقة اللقاح فأيضاً راح تحتاجون فقط قطاقة اللقاح الدولي هذا كان فيديو سريع أحبي أن نقل لكم بهذه الأخبار الحلوة من إن شاء الله يا رب استفاديتم من هذا الفيديو كالعادة ادعموا هذه القناة حطونا لك لهذا الفيديو قتبونا رأيكم بالتعليقات وشاركوا هذا الفيديو حتى يوصل عدد أكبر من الناس وتعمل فائدة للجميع إن شاء الله يا رب نشوفكم بالفيديوهات الجاية وكل عام وأنتم وأهاليكم بألف خير تحياتي لكم سلام اشتركوا في القناة